بسم الله الرحمن الرحيم فخامة الرئيس هولند السادة الوزراء السادة الرؤساء الوفود الحضور الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ان الارهاب الذي يواجهه العراق هو ليس بالاصل انتاجا عراقيا بل هو ارهاب ينطلق من اكثر من مئة دولة من العالم ان هؤلاء الذين يقاتلون مع داعش والذين تم تجنيدهم هم من هذه الدول ان الارهاب ينطلق من ايديولوجية خطيرة ومدمرة تريد الغاء الاخر والقضاء على الاخر ويجب ان نقف جميعنا لمواجهته فهو يهدد المنطقة ويهدد العالم ايضا قبل ثلاثة ايام اطلقت في العراق عملية تحرير الموصل وقد ابتدأت قواتنا بالتقدم لتحرير هذه المدينة التي سقطت بيد داعش قبل اكثر من سنتين والقوات المقاتلة تتقدم نحو المدينة افضل من الجدول الذي اعددناه والجدول الزمني الذي افترضناه قبل بداية الهجوم ان هدفنا من هذا الهجوم ومن هذه العملية هو تحرير المواطنين في الموصل وقد سبق ذلك عدة عمليات لتحرير المناطق الاخرى فقد حررنا قبلها الشرقاط وحررنا القيارة جنوب الموصل وفي محافظة نينوى وحررنا قبلها الفلوجة وحررنا تكريت وحررنا الرمادي وحررنا جرف الصخر وحررنا محافظة صلاح الدين بالكامل ومحافظة ديالة بالكامل والجسء الاكبر من محافظة الانبار ويوم امس تم ايضا تحرير المناطق غرب الثلثار في محافظة الانبار ولم تبقى الا مناطق صغيرة في محافظة الانبار وها نحن الان نتحرك باتجاه تحرير مدينة الموصل الطيبة والمواطنون في هذه المدينة ينتظرون قدوم هذه القوات في محافظة نينوى هناك حكومة محلية منتخبة ونحن ننسق ونعمل مع هذه الحكومة من اجل السيطرة على الاوضاع وتوفير الخدمات اللازمة ومن اجل رعاية النازحين ومن اجل اسنادهم والنظر في الامور الانسانية للمواطنين في هذه المدينة خطلتنا الاساسية في رعاية النازحين تم وضعها قبل ايام ورغم النقص في الامكانات المالية ورغم النقص الخطير في امكانات الدولة بشكل عام نتيجة انخفاض اسعار النفط ونتيجة لعدد الكبير من النازحين في داخل العراق بالاضافة الى استضافة نازحين والاجئين من الجارة السورية في داخل العراق بحدود ربع مليون نازح بالاضافة الى ثلاث ملايين نازح داخل عراقي رغم ذلك فقد وضعنا خطة متكاملة بالاشتراك بين الجهد العسكري والجهد المدني ومنظمة الامم المتحدة والمنظمات الانسانية الاخرى بالاضافة الى المنظمات النشاط المدني في العراق والتي تسعى من اجل اسعاف المواطنين من جهة اخرى فقد وجهنا لكل الامرين ولكل القطاعات العسكرية في جميع المحاور بفتح ممرات امنة للنازحين والمواطنين الذين يلغبون في مغادرة اماكنهم نحو الاماكن التي تسيطر عليها القوات العراقية وهذا الجهد تم كما ذكرت رغم ان العملية العسكرية جارية ورغم ان هذه القوات تحارب داعش وهي المنظمة الارهابية الاجرامية والتي اقتصت من المواطنين باعداد كبيرة ولأول مرة في تأريخ العراق يقاتل قوات البشمرقة مع القوات الاتحادية العراقية جنبا الى جنب بتعاون وتنسيق كاملين ويشتركان معا في تحرير الاراضي وفي حماية السكان المدنيين ولأول مرة منذ 25 عام تدخل قوات اتحادية العراقية الى اقليم كردستان بموافقة الاقليم وبالتعاون الكامل بين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم وفي هذا الخصوص هذا يعني ان هناك توحد وتقارب عراقي كبير باتجاه تحرير الاراضي العراقية من ظلم داعش ومن ارهاب داعش وباتجاه وحدة العراق الواحد بعيدا عن التقسيم وبعيدا عن الخلافات التي تؤدي الى ضياع الجهود بشكل عام ان المواطنين في هذه الاماكن والمناطق التي حررناها ونحررها يقومون الان باستقبال القوات العراقية بافضل استقبال وينظرون الى هذه القوات على انها قوات وطنية عراقية تحامي عنهم وتدافع عنهم وتحفظهم وتحفظ ممتلكاتهم وتسعى لتحريرهم من الارهاب وهذا تغير كبير عما كان الحال عليه قبل ثلاثة عوام عندما كان البعض من خلال مظاهراتهم واحتجاجاتهم في هذه المناطق ينادون باخراج القوات العسكرية العراقية من مناطقهم اما اليوم فان هذه القوات بعد التدريب والتأهيل واعادة الهيكلة واحترام حقوق الانسان بشكل عام ودفعها بهذا الاتجاه تغيرت بالكامل واصبحت قوات تشتمل على كل العراقيين فهم يقاتلون جنبا إلى جنب يقاتل الكردي مع العربي ويقاتل الأزيدي مع المسلم ومع الشبكي ومع المسيحي ويقاتل الشيعي مع السني سوية لقتال داعش والوحدة العراقية اليوم على أشدها والعراق اليوم أقرب من أي وقت مضى في التوحد وفي العزيمة لتحرير هذه الأرض من الارهابيين أن هذا لم يتحقق إلى بجهود العراقيين وتضحياتهم وبالتأكيد بإسناد الدول الصديقة التي وقفت مع العراق في محنته وساعدت العراق والقوات الأمنية العراقية في القتال على الأرض أن الذي يقاتل على الأرض العراقية هي قوات أمنية مقاتلة عراقية فقط والقوات وأي قوات أجنبية موجودة على الأرض العراقية هي قوات غير مقاتلة بل قوات مساندة تقدم الدعم في مجالات التدريب والتسليح واللوجيستيك وفي مجال توفير غطاء جوي للقوات الأمنية العراقية على الأرض بل أن الجزء الأكبر الآن من الدعم الجوي الذي تقدمه تساهم فيه القوة الجوية العراقية وطيران الجيش والدفاع الجوي العراقي في دعم قواتنا على الأرض وهذا تطور أساسي الحرب التي نخوضها اليوم في الموصل هي حرب عراقية بقيادة عراقية بمقاتلين عراقيين بأجندة عراقية لتحرير أرض العراق من هذه الشرذمة أن هدفنا هو إعادة الاستقرار لهذه الملاطق وهدفنا هو عودة النازحين وهناك برنامج ابتدأ في صلاح الدين وفي ديالة وفي الأنبار لعودة النازحين فقد عاد بحدود 90% من النازحين إلى تكريت وعاد بحدود 60% من النازحين إلى الرمادي وقبل شهر بدأ النازحون بالعودة إلى الفلوجة التي حررناها قبل بضعة أشهر وأيضا في المناطق الأخرى في الأنبار هناك عودة مستمرة للنازحين إلى مناطقهم وإعادة الاستقرار هو أمر أساسي في سياستنا وإعادة الأعمار كذلك نحن ندعو الأصدقاء وجميع الذين وقفوا مع العراق إلى دعم العراق بإعادة الاستقرار وإعادة الأعمار لأن عدم إعمار المناطق التي دمرتها داعش وهو تدمير كبير سيؤدي إلى إعادة الأرهاب وعودة الأرهاب مرة ثانية نحتاج إلى جهد الطيبين وإلى جهد المخلصين للوقوف مع العراق نحن ندافع عن كل العراقيين كل عراقي ومواطن عراقي هو مواطن من الدرجة الأولى لا نفرق بين مواطن ومواطن آخر بانتمائه إلى أي فئة من هذه الفئات وهذا هي استراتيجيتنا لا نسمح بالتجاوز على حقوق الإنسان وقد شكلنا فعلا العديد من اللجان التحقيقية وأحلنا الكثيرين إلى القضاء وبعضهم تم إصدار أحكام قضائية بحقهم الذين تجاوزوا على حقوق الإنسان في هذه المعارك وفي بغيرها نحن الآن أمام المرحلة الأخيرة لتحرير الأراضي العراقية ونحن نشكر كل من وقف معنا في هذه الحرب أما مواجهة الأرهاب فهناك مشوار طويل أمامنا جميعا علينا التعاون معا من أجل القضاء عليه وإيقافه وإيقاف هذا التدمير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة